وجعل لفيضان رحمته أوقاتا وأزمانا نسأله أن يوصل منا الصلاة والسلام ويوالي المبرة والإكرام على سيدنا محمد الذي فتح الله لأمته من سعادتهم ما أراد وشمل بنعمة شريعته الحاضر منهم والبال وعلى آله الأعيان وصحابته الأعلام صلاة كاملة تتصل ما اتصلت الليالي والأيام أما بعده يا أيها الناس إن شهركم هذا رجب الفرد الحرام ذهب ثلثاه ولم نحسن فيه عبادة الله فأكثروا فيما بقي منه من نوافل الخيرات والأعمال الصالحات والبر والطاعات وإن فيه يوما عظمه الله على سائر أيامه كلها فيستحب تعظيمه شكرا لله والتعرض فيه لنفحات رحمة الله قال تعالى ومن يحظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن صامه ابتغاء وجه الله ومرضاته عوض الله بصيامه أجرا كثيرا فاجتهدوا يا عباد الله وعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه لجازة على الصغير والكبير سبحانه أنه لا إله إلا هو العلي الكبير شكرا للمشاهدة الحمد لله رحم من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا وجابر الصدع من قصده منكسرا متواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أهطأ ولا ملطي لما أصبح له مانعا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد العبد ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس استنزلوا ما عند الله بالندم والاستغفار وقفوا بين يديه وقوف الذل والانكسار فإن من وقف بباب الكريم فتح له بابه ومن استغفره قضى حوائجه ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار جعلني الله وإياكم من من كان لحديث نبيه الكريم واعيا وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد مجدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاءه إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مهلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غفر الله جنوبنا وستر عجوبنا وطهر قلوبنا ويسر مطلوبنا وأصلح أحوالنا وزكى أعمالنا وسدد أقوالنا وهقق في عفوه أعمالنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يغفر الله ربنا ولكم ولي جميع المسلمين آمين أحوالنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أي على السلاة أي على الفلاة قد قامت سلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم فعير المعبوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الذي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراية ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أصفارا بيزا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهجبهم الزالمين قل يا أيها الذين هادوا إن سعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالزالمين قل إن الموت الذي تبرعون منهم فإنهم الأخيكم هم تردون إلى علم الغيب والشهادة بين أبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا ندي للصلاة من يوم الجمعة فصحوا إلى ذكر الله وذاروا البعض ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله وقولوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة نولهم ينفضوا إليها وتركوا فقائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير راسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم مصراحة اللّهين علمت عليهم عائر المغضوب عليهم و الله أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر